موسيقى موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد طبعا هذه الحلقات قراءة في نهج البلاغة ربما تكون فيما الاتفاق الأولي والتقدير حوالي ستين حلقة تقريبا وقلنا في البداية لابد من سيرة يعني عن معرفة ظروف نشأة الإمام علي وقربه من النبي عليه الصلاة والسلام والتصاقه ولزومه له وأخذه عنه وحبه له وتعلمه منه حتى نعرف ماذا أنتجا وحتى نعرف كيف خرج يعني منه هذا العلم بالله وبرسوله وكذا علم متدفق ودقيق أيضا ليس الكثرة وإنما أيضا ليس كأي كلام يعني وإنما دقيق و يعبر عن ثقافة دينية قرآنية نبوية أصيلة حتى لو لم يقل لو لم يتلو آية ينضح عنها ينحجر عنها حتى لو لم يقل قال النبي عليه الصلاة والسلام ينحجر عن ذلك ومن هذا الباب نعرف عظمة النبي نفسه اللهم صلي وسلم عليه علمه وخلقه وحلمه يعني هناك صفات كثيرة حتى نقلها الإمام علي عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام فيه يعني قد يتكلم في خمسة أسطر عن سيرة النبي يعطيك معاني أبلغ علي تحال نواصل في سيرة الإمام علي نحن قلنا علي في مكة تحدثنا عنها قبل الواحي تحدثنا عنها بعد الواحي لا قبل الواحي ذكرنا أنه طبعا في الواحي ذكرنا كونها أول من أسلم ذكرنا حديث الإنذار حديث إنذار الأقربين وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيكم يبايعني على القيام بهذا الأمر ويكون أخي ووصيي ومنجز موعدي وصاحبي في الجنة وكذا حديث طويل يعني في هذا بألفاظ مختلفة قد تنكر لفظة وتبقى لفظة ليس مشكلة أهم شيء أن حادثة الإنذار حصلت وأن الدعوة العامة لبني هاشم حصل وأن الدعوة الخاصة للنصر الخاصة حصلت ولم يستجب للنصر الخاصة إلا الإمام علي وهو شاب تلك الأيام لازل شابا يعني ربما في خمسة عشر عاما أو نحوها طبعا هذا الحديث نفسه حديث الإنذار الذي طبقه النبي عليه الصلاة والسلام أو نفذ الأمر الإلهي وأنذر عشيرتك الأقربين هذا لي فيه مجلدان في نفس الحادثة فلما بحثته وكان همي أن أبحث المؤاخاة فقط أن النبي قال علي أخي وكذا ثم اكتشفت الحديث وطوله وتفرعه واكتشفت الأسانين الأخرى فهذا الحديث حققته في مجلد ورددت على يعني من ضعفه في مجلد آخر طبعا لم يطبع ولكن من الشهادة لله أن نحافظ على نصوص النبي عليه الصلاة والسلام وأن لا نزعم لأنها أمانة حقيقة يعني حديث النبي أمانة لا يجوز أن نرد حديثا لهوى ولا أن نقبله لهوى وقد حاولت جهدي عندما جمعت طرق حديث الإنذار حاولت جهدي كيف سيضعف لو أريد تضعيفه كيف طبعا التصحيح والتضعيف موضوع عميق وطويل جدا أيضا طبعا نواصل في سيرة الإمام علي حتى لا نطول في الحديث دورة في العرض على القبائل وفي حصار الشعب ذكرنا في حصار الشعب أنه انفرد عن بقية الصحابة فهذه الميزة للإمام علي في حصار الشعب ثلاث سنوات يفدي النبي بمعظمها وعلى الأقل يؤذيه ما يؤذيه ويقاسي ما قاسه لكن همشي النص والحدث الحقيقة المحافظة عليها كن عبدا لله تعبده بالحقيقة أينما وجدتها ومراقبة النفس طبعا مراقبة الخارج ومراقبة الداخل وبينهما تلازم وتعاطي المعذر أني قد أخرج أحيانا على نفس السياق أقصد نفس السرد على العموم حديث الإنذار الأقربين صحيح لا لا زلنا نعم لا زلنا في سيرة الإمام علي حديث الإنذار الأقربين صحيح وحديث بيعة الإمام علي طبعا عندما قال النبي في حديث الإنذار والأقربين أن النبي قال أيكم يبايعوني على القيام بهذا الأمر ويكون أخي وصاحبي في الجنة ووصيي وكذا وكذا طبعا نقول كذا وكذا ليس اختصارا من عندي لكن موجوده الكتاب ذكرتها جميعا ما أخفيت فلذلك وجود مثل هذا النص وطرقه هي 16 طريقا تقريبا أو أكثر طبعا هي فوق 30 لكن يثبت التواتر بدون هذا بنحو العشر وهذا يحتاج إلى تفصيل بس المقصود هنا أن هذا الحديث حديث الإنذار لأنه عظيم لأنه عظيم حديث الإنذار إنذار الأقربين وبيعة الإمام علي للتفرغ الكامل فكان الإمام علي متفرغا للقيام مع النبي في هذا الأمر وهذا حديث عجيب حديث عجيب وعرفت منه مكانة الإمام علي وأنها رواها السنة فرأى الأهل السنة رووا هذا بتفصيل في بعض الروايات إلى أن إلى أن المراد جميع قريش وأنذر عشيرتك الأقربين العشيرة هي دون القبيلة أصلا والأقربين تخصيص آخر فواضح أنه ليس الدعوة العامة لقريش حدثت نعم لكن الدعوة الخاصة هذه التي في بيت النبي على جبل الصفا حدثت لأربعين من بني هاشم وبني المطلب حلفاءهم بني المطلب ويعني تنفيذا لقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين لما بحثت الحديث يعني هذا وإش معنى عشيرتك الأقربين وذكروا الحديث ووجدت طبعا كأن في صراع القرابة في صراع قريش لا ترضى أن يكون أهل البيت أهل البيت فقط هم أقرباء النبي لا لابد قريش كلها وحتى في صحيح مسلم ذكر ابن عباس قال وأما عندما سأله نجدة ابن عامر من هم قرابة رسول الله وما أشبه يعني الحديث بمعناه فقال نحن قرابته فأبت علينا قريش ذلك وقالت قرابته قريش كلها معنا الكلام قريش كلها ابحثوا في المكتبة الإكترونية تحت باب قريش كلها وستجدون أثر ابن عباس هنا فالمقصود هنا أن الصراع القرابة وجد وهو سبب هذا الطمع من قديم من أيام قريش من تلك الأيام في صراع أنه لا يعني هاربوا النبي حتى تعب ثم قالوا نحن أقرباءه يعني فيها إدراك للسر الإلهي في هذه الأمة وإن شاء الله بعد الفاصل نواصل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إذن سيرة الإمام علي طبعا عندما نقرأها كما قلت ونستعرضها ونستعرض هذا القرب يعني أنذر عشراتك الأقربين قالوا الأقربون كل قريش يا أخوان الله بارك فيكم وما قال أنذر قبيلتك العشيرة هي دون القبيلة كما في علوم النسب والتسلسل هناك القبيلة هناك العشيرة هناك الفخذ البطن الفخذ وهكذا معروف ثم في تخصيص آخر الأقربين فهي صيغة مبالغة أيضا ليس القريبين الأقرب فلا بد أن النبي ينفذ هذا الأمر وهذا الأمر أتت الرواية السنية والشيعية فيها المقصود هنا السيرة أن أفضل ما الإمام علي في العهد المكي أبرز قضيتين له أو أبرز القضايا له أنه أول من أسلم وأنه كان يد النبي عليه الصلاة والسلام ومعينه يوميا وكذلك حصار الشعب مشاركته ولم يشارك أحدنا الصحابة وكذلك المؤاخة أو الحديث الإنذار التفرغ العام بيعة النبي بالتفرغ العام لخدمته والقيام معه بهذا الأمر بالإسلام نفسه كما نزلت هروم من موسى نفس الشيء إلا أنه ليس بالنبي تمام يعني هذا هذا فقط في العهد المكي ثم بعد ذلك البيعة في الأنصار ويعني في قضايا أخرى إسلام أبي ذر وهكذا يعني وأيضا كان كان يكفي النبي صبيان قريش لأن جماعة قريش يرسلون الصبيان يزعجون النبي عليه الصلاة والسلام فكان علي الإمام علي في سنهم فكان يقصمهم يعني يغلبهم حتى سمي أبو القصم أبو القصم من كثرة من يقصم فهذا نعمة كبيرة يعني تصور أنت في حي ومعك مجموعة من يعني يعادونك وعندك مجموعة طفال يرسلونهم يؤذونك ماذا تفعل؟ بالله ماذا تفعل؟ فهنا أنت بحاج الواحد مثلهم صبي مثلهم يكفيك العمل فكان الإمام علي في العطيلة العهد المكي كفى النبي صبيان قريش يعني أذاهم هذه نعمة كبيرة يعني أكثر من الكبار فيجب أن نعرف هنا دور الإمام علي مع النبي عليه الصلاة والسلام كان ملاصقاً تماماً منفذاً محباً مؤمناً متعلماً البقية نعم فيهم إيمان وفيهم كذا لكن لم يكنوا بهذا الالتصاق بهذا الخدمة بهذا التلقي يجب أن يعرف هذا حتى نعرف لماذا نتج هذا العلم الذي سنراه عن الله عن اليوم الأقرى عن إسراره عن الخلق عن التدبر عن القرآن عن ذوابان النفس في الله وعدم الالتفات إلى كثرة أو قلة أو كذا تربية مباشرة عناية يعني موضوع على عناية موضوع على عناية وحتى لما كأن الله ابتلى هذه الأمة مثل ما ابتلىها بنبي هاشمي كأنه ابتلىها بهاشمي آخر لأن أوائل الأمة الذين كفروا بالنبوة من قريش وكذا كما قلنا العصبية لها دور فعندما يضاف كأن الله يقول إلى أي حد ستطيعونني كأن الله يقول إلى أي حد ستستسلمون لأوامري أو تتكبرون أو تحسدون أو كذا فهذه لماذا لا يكون هكذا ولماذا ما أصابنا من يعني من قلق معرفي ومن جهل لماذا لأننا لم نأخذ من هذا العلم الذي يدلنا على الثقافة القرآنية طبعا بغض النظر عن التفريط السياسي هذا سهل أنا في ظني التفريط المعرفي هو الأهم فلذلك كأن حسب الناس يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله أي الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين فالابتلاء سنة إلهية يبتليك بهذا وإلا لماذا لم يبعث نبيا من كل قبيلة ذكرنا هذا لماذا لم يبعث جميع الناس أنبياء لأن الله ليس غايته هداية الناس جميعا وإنما غايته ابتلاء الناس ابتلاء الناس جميعا واختبارهم جميعا لأنهم مخلوقون لغرض غير الملائكة الملائكة مخلوقون للعبادة ولذلك مجبولون على الطاعة والكذب والتسبيع أنت أيها الإنسان مخلوق آخر مخلوق ليبتليك الله عز وجل ويفتنك مرة بشخصية يكون لها مزايا وعندك جماعة ما يريدونها أو أنت من قبيلة أخرى أو أنت من مذهب آخر فتنتقص هذه الفضائل هذا ابتلاء هذا ابتلاء لأن الغرض يجري حول هذا القلب هذا القلب هذا الاعتراف هذا المعرفة الحقيقة لذة المعرفة حب المعرفة نصرتها أنت مخلوق لهذا حتى الكفر بالله والإيمان بالله هو نتيجة هذا الذي يكفر إيش معنى يغطي معرفة معرفة ما يحبها فغطاها فكفر إذن هذا القلب ترى في الأخير جميع الضلالة والهداية والإيمان والكفر هو ينصب إلى هذا القلب وهذا العقل وتفعيل الحس من سمع وبصر فلذلك لا تغرك الأسماء يعني قد تكون مسلما وظاهرك الإسلام وقد أنكرت أو طبعا هنا إذا تيقنت بأن هذا النص صحيح من النبي عليه الصلاة والسلام أو هذه الآية معناها كذا ثم أنت رفضت أنت هنا تكون كافرا حتى لو بقيت باسم مسلم ولك حقوق المسلمين لأن إبليس رفض أمرا واحدا فقط هناك فرق بين الرفض وبين ترك النص للشهوة للشهوة يعني رجل مثلا يشرب الخمر هو يعرف أو رجل لا قد يعني يفعل الزنا جريمة الزنا هو يعرف أن أمر الله حق ولكنه غلبته نفسه هذا فرق بين رجل آخر يقول لا الله حرم الزنا بس حقيقة أنا ما أؤمن بهذا التحريب أو يرد يبغض ما أنزل الله هذا يكفر على طول حتى لو لم يزني تمام ففرقوا بين هذا وهذا الله يبارك فيكم لأن هذا عليه مدار الإبتلاء كله عليه مدار الخلق والإبتلاء والله عز وجل يجعل لك أمور حتى حتى تختبر حتى تذهب إلى الحقيقة في كبد في تعب لا يحب الله أن تأتيك الحقيقة وأنت مرتاح وكأنه يعني يدللك ويترجعك أن تؤمن به لا حال الله هو الغني عن العالمين هو يعطيك بصائر ومن الشهوات أكثر وهناك مخارج من أراد أن يضل فليضل تمام ويتركك يبتليك يختبرك فلذلك فهناك دروس يعني في هذا الأمر وفي ظن عدم إدراك المسلمين لهذه هي سبب النزاع والخلاف والقتال والهوى والتنازع ليس هناك تسليم للحقيقة الحقيقة ليس هناك تسليم لها وهناك ظن بأن الألفاظ وأن الدعاوة وأنه إذا قصرت هنا أجتهد هنا وهي التي أوردت المسلمين في موارد شتى قد تجد رجل أن من أعبد الناس ولكن لا يمكن أن يقرر بأمور حتى لو تيقم في قلبه أنها صحيحة بس يتحجج أني مدام أني أصلي وأصوم واعترف بنصوص أخرى وأجاهد هذا الأمر ما بأعترف به والله يغفره لي لا 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 هنا لا تضحك على نفسك نعم ممكن إذا لم ترى الصحة ماشي يعني رجل آخر مثلا لا يرى صحة هذا الحديث أو كذا من حقه أن يقول أنه ضعيف حتى لو كان صحيحا الحديث إذا كان يراه ضعيفا هناك أهم شيء أنه إيش أنت بينك وبين الله ما هي شهادتك له هذا المقصود طبعا يجب أن تستكمل أن لا تخر على الآيات أصم أعمى وأن لا يعني تقلل البحث الحديثي والبحث في علله ومؤثراته والمؤثرات حوله فهذه إذن فال يعني إذن الفترة مكية لخصناها تقريبا بقي النوم في الفراش والاعتمان في آخر عهد المكي مع يعني فلذلك العهد المكي كان للإمام عادي تقريبا يعني الدور الأبرز واضح طبعا أيضا خديجة وأيضا بعض الصحابة كثير من الصحابة الذين خرجوا إلى مهاجرة الحبشة والذين يعني لدى عهد مكي ليس هناك آخرون هناك آخرون عذبوا عمر بن يسر فقد والديه وعذب صحيح لكن أيضا فترة يعني القرب والتعلم والعذاب وكذا يعني الإمام علي أخذ الحظة الأوفر تقريبا أو بوضوح يعني في العهد المكي طبعا عند الهجرة معروف يعني أنه بعد ذلك قد ننهي هذه الحلقة بهذه المعلومة عن الهجرة وهي ائتمان النبي الإمام علي نمت في فراشيه وأتمنه على الأمانات وأداها ثم طبعا جرت أحداث له ثم هاجر بالفواطم أمه فاطمة بنت أسد وفاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام التي تزوجها في مباعد المدينة ويعني بعض الموالي كانوا معه يعني موالي النبي أو مثل زيل بن حارثة وما شبه ذلك فلا زيل حارثة سبقه المقصود هاجر بهم ووصل إلى قبة انتظره النبي في قبة لم يدخل المدينة حتى يصل الإمام علي فهذه المكانة المكية طبعا الآن العهد المكي أنهيناه في الحلقات القادمة سأيضا نعطي إضاءة بسيطة سريعة على سيرة الإمام علي في المدينة في العهد النبوي وبعد ذلك ندخل تقريبا في نهج البلاغة يعني الحلقة القادمة قد نستمر فيها في سيرة الإمام علي لحتى يعرف لأن البعض ما يعرف بعض ما يعرف من هو هو يعرف معلومات بسيطة ابن عم النبي وكذا فعليتي حالا شكرا لكم في الحلقة القادمة من التقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة